اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التنوع الاقتصادي عبر تبني وتنفيذ العديد من السياسات والمبادرات الهدفة إلى تحفيز مختلف القطاعات التنموية الواعدة بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لدى مشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور سعادة سيد نور بنت علي الخليف وزير التنمية الاجتماع المستدامة وسيد خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي في منتدى ستاندرد شارتد للمستثمرين في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حيث سعرض معالي أبرز المنجزات التنموية والاقتصادية بمملكة البحرين مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين كانت إيجابية مع توقع استمرار النمو في العام المقبل وقد تطرق معالي إلى دور القطاعات غير النفطية في رفض عجلة التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا معالي مواصلة تبني الخطط والمبادرات التي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات التنموية في إطار خطة التعافي الاقتصادي إلى جانب الاتجاه نحو التحول الرقمي لزيادة الكفاءة وتنافسية المملكة على مختلف الصعود واستعرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزيرة التنمية المستدامة وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي أو الأولويات الخمس التي ركزت عليها خطة التعافي الاقتصادي كما استعرضوا أبرز ما تم تحقيقه على صعيد برنامج التوازن المالي ترجمة نانسي قنقر